إذا أنت أول مرة تسافر لإيران تابع الفيديو للأخير أولا بالنسبة للنقل عن تجربة الشخصية 100% أفضل لكم الطيران أفضل خطوط طيران تسافر بها لإيران هي الخطوط الجوية العراقية وإذا كنت رايح بموسم أفضل لك تحجز طيران ذهاب وعودة ثانيا السكن هذا الموضوع جدا مهم حاول تحجز السكن خاص بك قبل تسافر إيران خاصة في فترة الموسم فترة الموسم جدا مهمة وهي صعب تلقى بها سكن فلذلك حاول تحجز فندق أو شقة أو فيلا قبل تسافر إيران ثالثا الأنترنت في إيران عندك طريقتين تفعل بها الأنترنت في إيران أولا تفعيل خدمة تجوال الدولي سواء كانت شريحتك أساسيال أو زياب ومن راح تفعل على التجوال الدولي ما راح تحتاج بي بيان طريقة ثانية تروح على أقرب محل أبو مبيلات تشتري بي سين كارت إيراني وتفعل أنترنت بي لكن ضروري ضروري برنامج بي بيان لما راح يشغل لك أي برنامج رابعا السكن في مشهد إذا تيت تسكن قريب على حرام ما مرضى يسكن في شارع ما مرضى لكن انتبه هذا الشارع عسعار فندق مالته مو رخيصة وكذلك راح يكون مزدحم وإذا تيت تسكن في شارع نظيف وهادئ وكذلك فندق تكون بي رخيصة فانصحك بشارع طبرسي يبدع عني حرام ثلاث دقائق خامسة إذا تنتد داخل حرام ما مرضى أحفظ العلامات حتى ما تضيع وقدام الحرام لما مرضى كلش ناس مرتبين ورطيفين وإذا عجبتكم المعلومات حبيت أسألكم جزء ثاني